تعادل فريق الزمالك أمام النصر السعودي إيجابيا بهدف لمثله ضمن ثالث جولات كأس العربي في منافسات المجموعة الثلاثة وذلك بالمباراة التي أقيمت في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية وفي الدقيقة الثلاثة وخمسون افتتح أحمد سيد زيزو أهداف المباراة بركلة جزاء في حين أدرك كريستيانو رونالدو التعادل برأسية قوية في الدقيقة السبعة وثمانون وبالتزامن فاز الشباب على الاتحاد المينستيري بهدف دون رد سجله إيفربانيغا من ركلة جزاء وبهذه النتيجة تصدر الشباب المجموعة باء سبع نقاط يليه النصر باء خمس نقاط وتأهلا سويا لربع نهائي فيما ودع الزمالك البطولة بعدما حل ثالثا باء أربع نقاط وجاء الاتحاد المينستيري رابعا بدون أي نقطة وبذلك سيواجه النصر منافسه الرجاء المغربية في ربع نهائي في السادس من شهر أغسطس الجاري أما الشباب فسيواجه الوحدة الإماراتية في اليوم ذاته